يا جوجل اللي ما فينا نعيش من دونا يوم أمس تعطلت خدمات محرك البحث جوجل مملوك لشركة ألفابت مؤقتاً ولكن لدى ألاف المستخدمين حول العالم مما أدى طبعاً إلى حدوث ارتباك وطبعاً سيل من التساؤلات حول ما يجب فعله بدون محرك الإنترنت الأكثر شهرة والأكثر استخداماً في العالم بدأت تقارير المستخدمين حول المشكلات المتعلقة بالخدمة تحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ساعة 9 مساء بتوقيت نيويورك يوم الاثنين وبلغ عددهم أكثر من أربعين ألف تقريباً بعد ذلك وبحسب أعضل الوكالات ظهرت مشاكل أيضاً في تحميل موقع جوجل الإلكتروني وإجراء عمليات البحث في كل من تايوان أيضاً واليابان على الرغم من أن الخدمات بدت متوفرة بشكل متقطع ونقلت أحد الوكالات أيضاً أنه في رصد لحالات انقطاع خدمات الإنترنت وأنه خدمات محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابت تعطلت فعلاً عند آلاف المستخدمين يوم أمس الأثنين وذكرت تقارير إعلامية محلية أن حادث كهربائي وقع في منشأة تابعة لشركة جوجل في ولاية أيوان يوم الأثنين تحديداً مما أدى إلى دخول ثلاث أشخاص إلى مستشفى قريب ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هاي الحلقة مرتبطة بانقطاع الخدمة أم لا بس مين فينا فيه يعيش من دون جوجل؟